اسقاط جديد للمعسكرات وعودة لاستكمال حلقات الانقلاب في الجنوب هذا ما يبدو عليه المشهد في أبيان بعد أن سيطرت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا على معسكرات الشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة في المحافظة بعد معارك عنيفة مع قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية وزارة الخارجية اليمنية قالت إنما تشهده محافظة أبيان من تصعيد من قبل قوات المجلس الانتقالي أمر مرفوض وغير مقبول وجددت رفض الحكومة الشرعية استمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الذي وصفتها بالخارجة عن القانون التصعيد وتطورات الميدانية تأتي في ظل تحركات المبعوث الأممي مارتين غريفث لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بخصوص مستجدات الوضع اليمني وبالتزام مع حديث للتحالف عن بدي إخلاء المواقع الحكومية في عدن وهو ما لم يحدث على أرض الواقع كما يقول المتابعون الوساطة التي ترعاها السعودية لتهديئة الأوضاع في عدن سرعان ما تحولت إلى سراب كما يقول مراقبون خاصة بعد التصعيد الأخير في أبيان والذي أدى بحسب مصادر محلية إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال الاشتباكات المواجهة اندلعت بعد دخول قوات الحزام الأمني إلى مدينتي زنجبار والكود وفرضت حصارا على المقار الأمنية وطالبت بتسليمها وهو ما يضع تساؤلات عن حقيقة التمرد الذي لم يتمكن التحالف من إيقافه حتى الآن رغم أن القوات التي تقوم به تدين بالولاء الكامل لكل من دولتي السعودية والإمارات إذن عودة إلى مربع إسقاط مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى ودخول في دائرة تمرد جديد يغيب الدولة والجامع السياسي لها